وليسمع كل العالم مهري بي أرضا ليساهم ما لم تقوله الشرعية في الرياض قاله أبناء المهرة أصحاب الأرض ضد الوجود السعودي الذي ليس له ما يبرره سوى أطماع تقفز على هدف الحرب وسيادة البلاد لم تتوقف المحاولات السعودية في السيطرة على البوابة الشرقية للبلاد مؤخرا تشهد المحافظة تصعيدا سعوديا في إطار المسائل السيطرة على منفذ الشحن بين اليمن وعمان وتم استقدام قوات سعودية من عاصمة المحافظة بهدف اقتحام المنفذ ما تسبب بإعاقة الحركة التجارية ومنع عبور البضائع هذا التصعيد أثار حالة من الاستياء في المحافظة وأعلنت الفعاليات الاجتماعية المهرية رفضها لهذه التصرفات وبحسب بيان صادر عن لجنة الاعتصام فقد طالب وزير الداخلية الجانب السعودي بوقف التحركات العسكرية في المهرة كون منفذ الشحن يقع تحت إدارة قوات يمنية تشرف على حمايته ومراقبته ويعمل وفق القوانين واللوائح لم يكن شحن والمهرة بعمومها إلا واحدة من تجليات حراف أهداف التحالف التي لم يعد لها من شعار دعم الشرعية سوى الاسم بعد تحولها إلى سباق استحواذ والسيطرة من قبل دول التحالف وفي إطار مسائها لقمع الرفض الشعبي عمدت السعودية إلى السيطرة على مطار المحافظة ومنع الاصطياد في السواحل فيما لم تتوقف مسائها للسيطرة على المنفذ البري إلى سلطنة عمان المجاورة في محاولة لخنق المجتمع المحلي اقتصادياً تحتفظ السعودية بالرئيس اليمني لديها لتضمن من خلاله تيسير مهمة الاستيلاء على ما أبقته ميليشيات الحوثي وتلك التابعة لأبو ظبي وتبدو مصممة على الحصول على المهرة رغم كل الرفض الشعبي الذي قُبلت به في المحافظة